تحية طيبة مصر تستضيف في الفترة من الرابع وحتى الثامن من نوفمبر الجاري فعليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرية العالمية الذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ تعد مصر ثاني بلد أفريقي يستضيف المنتدى منذ دورته الافتتاحية في نايروبي بيكينيا عام 2002 وثاني دولة عربية بعد استضافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي الدورة العاشرة في 2020 حيث يعتبر تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضري والعمراني إقليميا وعالميا ينظم المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويتوقع أن يشهد حضورا كثيفا لا يقل عن 20 ألف مشارك من 272 دولة يشهد برنامج المنتدى تنظيم 554 فعالية بينها 6 جلسات حوارية رفيعة المستوى وتسع جلسات خاصة تناقش التحديات الحضرية العالمية المستدمة يتحدث فيها 156 متحدثا بينهم الكثير من الشخصيات الباردة أما عن أبرز فعاليات المنتدى فهي المعرض المقام على مساحة أكثر من 6000 متر مربع ويشارك فيه 170 عارضا من أكثر من 50 دولة يعرضون أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان والنقل والطاقة وإدارة النفايات والمساحات العماء يركز المنتدى على بناء تحالفات لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية كذلك يناقش المنتدى مواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة والاستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي إذن المنتدى الحضرية العالمية في دورتي الثانية عشرة يلقى الضوء على التجربة المصرية المتعلقة بالتنمية الشاملة كما تعرض مصر خلاله الإنجازات التي حققتها في مجال العمران خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي